اسمع في مجلة امريكية هذه المجلة اسمها engineering news record engineering اهي دي المجلة اهي اسمها ايه مجلة دولية مجلة امريكية دولية هذه المجلة صدرت 1917 يعني بقى لها 606 سنة المجلة دي بقى لها عمرها 106 سنة طب انا بتكلم عن المجلة ليه المجلة دي عندها مسابقة بيعملوها سنويا او بيعملوها كل فترة يعني هذه المجلة بيقولوا انه اهم حاجة فيها الشفافية اللجنة اللي اختارت اللي بتختار مشاريع المجلة دي مجلة هندسية بتختار افضل مشروعات في العالم افضل اربعة وثلاثين مشروع على مستوى العالم افضل اربعة وثلاثين على مشروع هندسي او انشائي على مستوى العالم بيحط ايشات معايير مشاريع بيئية للبيئة مشاريع للطاقة مشاريع للتنمية المستدامة مشاريع لتغيير للمناخ مشاريع اعمل ايشات مشاريع بيقولك المجلة وهي بتشتغل الشفافية شديدة اللجنة اللي بتختار المشروعات كبار المدرين العالميين وبيتم استبعاد اي شخص لصفة ممكن يبقى فيها تضارب مصالح وبيقولوا انه الاختيار اللجنة بتنظر الى مشاريع في الاسواق بتفحص اداء السلامة الابتكارات التحديات والتصميم والبناء وبيدرسوا كمان كيف يفيد المشروع المجتمع المحلي هيفيد المجتمع المحلي البلد او صناعة البناء بشكل كبير جدا المجلة العريقة دي هي مجلة اسبوعية بتقدم اخبار وتحليلات وبيانات واراء صناعة البناء في العالم والمجلة صدرت زي ما قلت لكم 1917 السنة دي المجلة قامت باختيار اعلنت فوز اتنين اربعة وتلاتين مشروع من تمنتاشر دولة اربعة وتلاتين مشروع من تمنتاشر دولة طب يطرنا بقول ليه اكيد مصر فزت بمشروع من المشروعات اهو ايه في العاصمة الادراج جديدة المركز الثقافي اللي هو مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الادراج جديدة اهو اهو واخد ايه واخد رقم كم يا ابراهيم ده اول اول مشروع من مشروعات الخمسة اللي هو في رقم واحد اهو في الثقافة اهو اللي هو المشروعات الثقافية والاديان المشروع بتاعنا في العاصمة الادراج جديدة واخد رقم واحد واخد ايه رقم واحد من 34 مشروع على مستوى العالم مشروعنا بتاع المدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة واخذ رقم واحد اهو مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة فاس بجئزة الاستحقاق في قمة في فئة مشروعات الثقافة والأديان اهو قدام حضراتكم فيه المجلة مش من عندي طيب المشروع اللي بعده احنا فوزنا بخمس مشروعات بالمناسبة المشروع اللي بعده مشروع فين يا ابني اهو ده ده مشروع آآ تشكة جنوب تشكة ومشروع حسن علام هم اللي عاملين هذا المشروع ومن حقهم يفخروا ابناء حسن علام من حقهم يفخروا بهذا والمشروع تنمية جنوب الوادي بمدينة تشكة بجائزة الاستحقاق في فئة مشروعات البيئة اهو مبروك لحاسن علام مبروك لمصر المشروع التالت اللي فوزنا به مشروع مزرعة رياح راس غالب بيه خليج السويس اهو قدام حضراتك اهو اهو ده اهو بيعمل 262 ونص ميجاوات ده كهرباء من الرياح والمشروع اللي بعد كده محطة عدل منصور اهو عدل منصور بتاعت النقل اهو ده اللي احنا الرئيس استطاعه خلال الشهور القليلة الماضية المشروع اللي بعد كده مشروع تطوير مدحف محمد محمود خليل اللي هو الاثر اهو محمد محمود خليل يبقى انا عندي خمس مشروعات المشروع الاول مدينة مصر الثقافي الاسلامي في العاصمة الادرية الجديدة مشروع تنمية جنوب الوادي بمدينة تشكة مشروع مزرعة رياح راس غارب الطاقة بتجددة ومشروع عدل منصور للنقل ومشروع مدحف محمد محمود خليل للاثار الخمس مشروعات دول من ضمن اهم اربعة وتلاتين مشروع على مستوى العالم الصين اضخم اقتصاد في العالم فيزين بتامن مشروعات احنا خمسة من اربعة وتلاتين والصين تمانية من اربعة وتلاتين في مشروعات للصين عاملها بر الصين انا متأكد انه السنة الجاية ان شاء الله لما سد بتاعت انزانة يخلص هيبقى من ضمن الحاجات دي هل احتفينا الاحتفاء الواجب بهذا الانجاز لا محدش اهتم محدش اهتم محدش اهتم ان احنا في مجلة امريكية شهيرة وعريقة اخذ بالك بطلع خمس مشروعات جوه مصر من المشروعات اللي فازت بجواز استحقاق على مستوى العالم لا محدش اهتم الخبر ده يمر مرور الكرام ونقرأه على استحياء دي مشروعات وصفت بأنها مشروعات مجتمعية بتفيد المجتمع في مصر حد انتبه انا شفت بس بوست قد بينه ولاد حسن علام ابناء حسن علام فرحنين وفخورين باقي المشروعات مين يحتفي انا عايز وزارة النقل تحتفل وعايز وزارة القاصل تحتفل وعايز وزارة الزراعة تحتفل وعايز يا جماعة الناس دي عايزين المشروعات دي هيبقى فيه تكريم في 13 ديسمبر اللي جاي عايز المشروعات دي تطلع كل مشروع يتعمل عليه يعني يا إبراهيم اهو أنا بقول لك ہےو بقول لك الخمس مشروعات دي عايزين نعملهم زيارات الخمس مشروعات اراح اذورهم وافخر واتشرف ان ننظر هذه المشروعات وانقل لحضراتكم ليه الناس دي طلعت بهذا الشكل اللي بيدور على الايجابيات هيلاقيها واللي بيدور على الخراب هيلاقيه واللي بيدور على الاحباط هيلاقيه واللي عايز يسود الصورة يسودها واللي عايز يبيضها يبيضها لكن هو كل وعاء ينضح ما بداخله فاصل ونور